HTML Emoji في الدرسنا اليوم سوف أعلمكم كيفية إضافة الرموز التعبيرية إلى الصفحات الويب أقصد بالرموز التعبيرية بالإيموجي أو الأشكال التالية سوف يقول بعضا منكم أخيرا ظهرت يا معلمي ماذا استفادت الأمة من غيابك؟ استفادت الأمة من غيابي استفادة استفادة ماذا استفادت أنت من سؤالك؟ لنبدأ بالدرسنا اليوم طبعا سوف نتحدث أيضا عن ديسيمال وهكسي ديسيمال ديسيمال يكون عبارة عن الأرقام العداد العشرية يعني من 1 إلى 10 إلى آخرية العداد التي نحن البشر نفهمها بالنسبة لهكسي ديسيمال يكون عبارة عن أعداد السيدات العشرية يتكون من 1 إلى 16 بعد عدد 9 تم استخدام أحرف يكون غالبا سهل قراءة من قبل الحصوب في صفحات الويب يمكنك أن تقوم باستخدام قيمة عبارة عن عدد من نوع ديسيمال لحصول على أحد أشكال الذي يشير ذلك القيمة إليه مثل القيمة التالية العدد التالي يشير إلى الشكل التالي يعني إن كنت ترغب بحصول على الإيموج التالي تقوم باستخدام العدد التالي بالنسبة إن كنت ترغب بحصول على الشكل التالي من خلال استخدام قيمة إبارة عن أرقام من نوع أكثر ديسيمال تقوم باستخدام القيمة التالية وكذل لأجل الباقي لقد قمت بالتجميع لكم قائما لأهم الإيموجي التي يمكنك إيجادها لنفترض أرغب بأعرض الإيموجي التالي من خلال الصفحة ويبخاص به كيف يمكنني ذلك؟ طبع هناك ثلاثة طرق الطريق الأول تقوم بنسق الإيموجي وتقوم بنسق إيموجي في المكان الذي ترغب أن يتواجه ذلك الإيموجي الطريقة التالية ربما في بعض محررات الأكوات قد لا يعمل يعني أن تقوم بنسق الإيموجي وتقوم بنسق إيموجي في فجر السيديو كود يعمل الطريقة الثانية كل ما عليك أن تقوم باستخدام الكود إبارة عن قيمة من نوع بيانات ديسيمال يشير إلى ذلك الإيموجي كيف يمكنك ذلك؟ هناك قانون يجب الاتزام بها في البداية تقوم بوضع الشكل الخاص التالي ثم تقوم بوضع علامة هاشتاك لإخبار من الصفحات أنك ترغب باستخدام كود أو قيمة ترغب بتحويلها إلى أحد أشكال في المساء الحالي أنا أرغب باستخدام القيمة عبارة عن بيانات من نوع ديسيمال إذا نقوم بتحديد الكود ثم نقوم بوضع النهاية مثل ما تشاهد بالنسبة أن كنت ترغب باستخدام قيمة عبارة عن قيمة بيانات من نوع هكسي ديسيمال نفس الطريقة تقوم ببدأ بعلامة و في اللغة برمجة معنا الشكل التالي يكون و ثم هاشتاك تقول أن أرغب بوضع قيمة ثم تقوم بتحديد القيمة في المساء الحالي أرغب بتحديد قيمة عبارة من بيانات من نوع هكسي ديسيمال إذا نقوم بوضع هكسي ديسيمال ثم نقوم بتحديد القيمة في المساء الحالي أرغب بحصول على الشكل الخاص التالي ثم نقوم بوضع النهاية مثل ما تشاهد إذا لن تعلمت كيفية استخدام قيمة عبارة عن قيمة بيانات من نوع هكسي ديسيمال لحصول على إيموجي التي ترغبها وكيفية استخدام قيمة عبارة عن بيانات من نوع ديسيمال وكيفية استخدام الشكل تقوم بنسخ الشكل وتقوم بنسخها لماذا أعلمكم ثلاثة طرق؟ أعلمكم ثلاثة طرق لأن في بعض الأحيان ربما قد يكون لديك كود يشير إلى أحد إيموجي يكون بسيقة هكسي ديسيمال أو يكون في بعض الأحيان بسيقة ديسيمال بالطريقة التي قمت بشرح لكم سوف تتمكن من حصول على الإيموجي التي ترغبها حسب النوع القيمة النقطة الأخيرة الموما قد يقول بعضا منكم أستاذ إيموجي مثل ما تشاهد حجمي صغير جدا يمكنك أن تقوم بالتصميم مثل ما ترغبها من خلال السي اس 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 بعد دورة الاشتيمال أبدأ بالسي اس 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 وسوف تتعلم التصميم لنأخذ مثلا لنفترد أرغبية تغيير الحجم إيموجي يمكنك التعامل معها كأنك التعامل مع بيانات من نوع النصي لنفترد أرغبية تغيير الحجم إذا نقوم بوضع دمنا أحضان عصر الذي يمكننا وضع محطوة دمنيه على سبيل المسال العنصر العنصر الذي لا يبدأ بسطر جديد طالما يتواجد مساحة في نفس السطر ثم يمكننا من خلال السي اس اس بتحديدها أو نقوم بتزويدها بخاصة ستايل يعني التصميم ونقوم بتزويدها بالتصميم الذي نرغبية لنفترد أرغبية تغيير الحجم إذا نقول font-size الحجم النص ثم هذه النقطتين ثم نقوم بتحديد القيمة على سبيل المسال بالكل تأكيد لا تنسى تقوم بتتزويد صفحات الويب خاص بك العنصر بميتا مع الخاصية charge set وتقوم بتحديد النوع الترميز UTF-8 لكي يضعم صفحة الويب خاص بك تقريبا جميع رموز أو أشكال أو أحرف في العالم مثل ما تعلمتها في دروس السابقة لا تكون بخيلا قم بالنسغ الرابط الدورة وقم بمشاركتي على المواقع التواصل الاجتماعي وقم باختراح محتوى لزم قدومات دائما للآخرين شكرا لكم إلى اللقاء شكرا لكم